في خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً تلبية لدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري وعلى متن طائرة يقودها بنفسه تمثل رسالة تحدي لإسرائيل وبينما تصر إيران على إبراز نفسها كحليف للشعوب العربية ينظر مراقبون إلى زيارة قلباف كخطوة لتعزيز النفوذ الإيراني السياسي والعسكري في لبنان وتحديداً في ظل التوترات المتزايدة بين حزب الله وإسرائيل كما أن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولات إيران لتقديم نفسها كجزء من الحل في المنطقة رغم الاتهامات التي تواجهها بتأجيج الصراعات وعرقلة الحلول السلمية بالإضافة إلى رغبة بعض الأطراف اللبنانية في تقليص نفوذ حزب الله المدعوم من طهران والمصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية ويرى مراقبون أنه لا يمكن النظر إلى زيارة قلباف بمعزل عن السياق الإقريمي والدولي إنها رسالة واضحة من إيران مفادها أن دورها في لبنان وفلسطين لا يزال قوياً وحاسماً وأن أي محاولات لعزل نفوذها لن تنجح لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تشهد تصعيداً مستمراً وفي الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى تعزيز وجودها الدبلوماسي والعسكري في لبنان وفلسطين فإن زيارات مثل زيارات قلباف تثير تساؤلات حول قدرة لبنان على الحفاظ على سيادته واستقلال قراره السياسي وهو ما يعزز الإنقسام السياسي الداخلي في لبنان ويعقد من جهود التوصل إلى أي حلول حتى وإن كانت وسطية لتجنيب الملايين مزيداً من المعاناة